موسيقى سلط الضوء من جديد على أشهر توأم ملتصق في العالم والذي يبلغ من العمر 34 عاما وهو أبي وبريطاني هانسل حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور حفل زفاف أبي هانسل مع جوش بولينغ ممرض وجند أمريكي سابق تم هذا الزواج عام 2021 ولم يخبر التوأم جمهورهما بهذا الخبر وتم الحفاظ على الأمر سرا لفترة طويلة حتى انتشرت مؤخرا فيديوهات للتوأم الملتصق الأشهر في الولايات المتحدة الأمريكية وهم يرقصان مع العريس في حفل زفاف لم يحضر سوى الأقربون فقط أظهر الفيديو الذي انتشر مؤخرا لحظة رقص التوأم مع العريس بفستان زفاف مشترك وأصبح السؤال الأكثر تداولا هو كيف سيتم الزواج واحد من التوأم وهم ملتصقان في جسد واحد وجاء رد التوأم على سخرية البعض من الجمهور على حفل الزفاف بنشر فيديو على حسابهم المشترك بالتيك توك حيث نشروا صورتهم مع العريس مع عبارة هذه رسالة إلى جميع الكارهين هنا إذا كنتم لا تحبون ما أفعله ولكنكم تشاهدون كل ما أفعله فأنتم لا تزالون من المعجبين ازداد التوأم الملتصق أبي وبريطاني في السابع من مارس عام 1990 بولاية مينيسوتا الأمريكية واشتهر التوأم أبي وبريطاني عندما ظهر مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري عام 1996 وبعدها على غلاف مجلات لايف وقد خلقتا ملتصقتين تتشاركان جسدا واحدا ولكل منهما رأس وقلب منفصل لكن جسديهما ملتصقان وتتشاركان في الساقين والذراعين وعند الولادة كانت لديهما ذراع أخرى من وسط قاعدة الرقبتين من الجهة الخلفية لكنها أزيلت بعد ذلك تتحكم أبي بالجانب الأيمن من الجسم في حين تتحكم بريطاني في الجانب الأيصر وتعملان أبي وبريطاني الآن كمدرستين للرياضيات للصف الخامس في مدرسة ابتدائية بمينيسوتا وتعيشان حياة عادية حيث يقودان السيارة ويمارسان السباحة والرياضة والعزف على البيانو قد أكد الطبيب المشرف على حالتهما أنهما يمكنهما الزواج والإنجاب بشكل طبيعي مثل أي امرأة لكن من الناحية القانونية لم يحل مشكلة من ستكون والدة الطفل الحقيقية والتي سيكتب الطفل باسمها تربط أبي وبريطاني علاقة وطيدة ومتينة بشكل لا يصدق ويجب عليهم تخطي كثير من التحديات التي يواجهونها يوميا بما فيها التنازلات التي يجب على كل وحدة منهما تقديمها لإرضاء بعضهم البعض وذلك لأن لديهم أنماط مختلفة فبريطاني تخاف من المرتفعات وترفض فكرة أبي للذهاب إلى المنتزهات الترفيهية كما أن بريطاني تحب الخروج والتنزه لكن أبي تفضل البقاء في البيت أبي تحب شرب القهوة لكن بريطاني تمتنع عن شربها لأنها تزيد من معدل ضربات قلبها فكيف سيواجهان أبي وبريطاني هذا التحدي الجديد وكيف سيتعايشان مع الشريك خصوصا وهم ملتصقان في جسد واحد ولهما أسلوب مختلف ترجمة نانسي قنقر